بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل الواقع هناك أسؤال آخر يطرح أنه لماذا لم يبايع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يزيد اللعيم كما تعرفون في الحلقة الماضى تطرقنا إلى أن هناك كانت معاهدة بين الإمام الحسين وبين معاوية عليه العالم الله فانتظر الإمام أبو عبد الله الحسين روحي في داء أنه ماذا سئل الأمر فولى أو جعل معاوية يزيدا ولده بعده حينما ول إلى جهنم ونصب يزيدا حاكما على الأمة وإذا ولي مثل يزيد راعيا على الأمة فعل الإسلام السلام طبعا تعرفون أن كل حاكم كان يأتي يأخذ البيعة أو يأخذ البيعة من المسلمين وطبعا كانت البيعة بالقوة والسيف حتى أن في زمن معاوية في زمن معاوية قام أحدهم قال بايعوا هذا وإلا فهذا جرد سيفه يعني إن لم تبايعوا فالسيف الحكم بايعوا هذا وأشار إلى معاوية وإن لم تبايعوا فهذا طيب فإذن قال معاوية قال أنت خطيب مفوه يعني الكناية أبلغ من التصريح أنه السيف وقطع الرأس إذن كان هناك جور وظلم حينما ولي يزيد اللعين على الأمة الإسلامية وصار حاكما أراد البيعة طبعا الذين هم في الشام بايعوا حتى أن أوصى معاوية اللعين شوف من خبثه أن ينزلوا في القرب من عمر بن العاص أن ينزلوا في قبره فنزلوا في قبره جردوا السيف عليه قالوا إن لم تبايع يزيد فنتفنك معاه عارف أنها الخطة من هذا الخبيث الغرض أنه هذه البيعة اللي أرادها يزيد أهم الشخصيات التي تبايع أهم شخصيها يا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمر أيضا ذلك أرادوا البيعة منهم لكن أهم شخصية هي الإمام أبو عبد الله الحسين لما مر من تلك المعاهدة كما ذكرتها آنفا وهدد يزيد اللعين هدد اطلبوا منه البيعة إن رفض فاقتلوه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فأرسل والي المدينة والي يزيد أو والي معاوية أرسل إلى أبي عبد الله الحسين فجاء مع الأم أو جملة من أصحابه وأهل بيته ودخل بأبي وأمي فنعى له الوالي ذهاب معاوية وموته فصار يزيد بدل أبيه فنريد منك البيعة يا أبا عبد الله نريد منك البيعة منه كان يما مروان ابن الحكم هذا الوزغ ابن الوزغ واللعين ابن اللعين على لسان رسول الله حينما جاء بأبوه الحكم إلى رسول الله وكان صغيرا نظر إليه النبي قال وزغ ابن وزغ يعني هذا يسموه بالعامي أبو برس وزغ ابن وزغ يعني كثير الارتجاف لعين وابن لعين ويل لأمتي منه ومن بنيه فطلب من الإمام البيعة ماذا قال الإمام قال يزيد فاسق ما مضمون كلامه بأبي وأمي يزيد فاسق فاجر اللاعب بالقرود قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله إذن هذه المجموعة من الصفات هذه المجموعة من الصفات التي حملها يزيد اللعين التي كلها باطلة فاسق فاجر وكلها لها معانيها لكن ليه لا يجد هناك وقت لدرجة هذه المعاني والبيانها اللاعب بالقرود كان عند قرد يسمه أبو قيس مات أركبوه على حصان ويتسابق فمات وقع من على الحصان ومات ثلاثة أيام الدولة حداد على القرد أبو قيس على القرد أبي قيس هكذا يزيد تربية وتربية نصرانية فاسق فاجر اللاعب بالقرود وقاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله الذي هو أبو عبد الله والذي يمثل السماء يمثل القرآن يمثل النبوة يمثل الدين لا يبايع من هو ذراع من أذرع إبليس على الأرض إذن مثل الذي يحمل هذه الصفات السماوية القرآنية الإسلامية المحمدية لا يبايع هذا الفاسق الفاجر لا يمكن ذلك ولذلك خرج الإمام بعد أن قال مروان بن الحكم خذ البيعة منه وإلا فاقتله فتوجه إليه إمام قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أو أنت تقتلني يا ابن الزرقاء العرب كانوا إذا أرادوا أن يعيروا شخصا يقول ابن فلانا فخرج الإمام بأبي وأمي وبالنتيجة بعد ذلك قرر الخروج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله متوجها إلى العراق وإن شاء الله هناك الحديث بقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر